السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هاد الفيديو في هاد الفيديو ان شاء الله رايحين نشرحه ونحل مع بعض تمالين الصفحة 56 لسنة الرابعة متوسط اذا معلكم غير تتبعوا معايا في هاد الفيديو نكملوا باقي الدروس اللي حبسنا كيكانوا الاختبارات الان رايحين نكملوا الدروس نبدأ على بركة الله بسم الله اذا هنا شوفوا معايا اعتبر هناك يكونوا التمارين بزاف في الصفحة انا نعتمد انني ندير الصفحة وحدها باهم فهمكم وتقدروا تفهموا التمارين وتقدروا تجاوبوا وتفهموا واش راكم نديروا على هذيك نحط كل صفحة في فيديو واحد ونقدروا نديركم عدة صفحات في فيديو واحد ولكن ما نقدرش نشرح لكم الشرح المطلوب إذن هنا يا الفيديوهات الخاصة بأي صفحة تكتبوا نفس العنوان الموجود في هذا الفيديو تبدلوا فقط رقم الصفحة راح تخرج لكم الدروس اللي تحبوها والصفحة اللي تحوسوا عليها تاسك 8 إذا لا يعيك يا وقت لكم بعدكم النص المسموع أنا النص المسموع هنا غير متوفر عندي كنت حابة نديره لكم تسمعوه ولكنه لم يتوفر عندي رايحين تسمعوه في القسم مع الأستاذ تسمعوا لروزماري المرأة صاحبة الخمسين سنة رايحين تتذكر في الطفولة انتحها ولا في دراستها في مدرسة الابتدائية وفي الأستاذة انتوحة إذا نسبق واشرحت في الصفحات اللي فاتوا خمسة وخمسين وربعة وخمسين رايحين تفهمو أكثر وأكثر إذن هنا بعد ما تسمعو لها رايحين تخرجو زوج جمل اللي يخبرونا حول الأشياء اللي كانت تحب تديرها ولا اللي كانت تعجبها وتديرها في المدرسة عدنا جملتين الجملة الأولى تبدأ ب I loved أحببت و I really liked أيضا الجملة الثانية بمعنى أعجبت وأيضا كانت تحب تدير هذه الحاجة إحنا هنا يا رحوا نجاوبوا على هاتين الجملتين وش كانت روزماري تحب تدير في المدرسة إذن قالت I loved writing and my dream was to become a famous writer one day إذن قالت أحببت الكتابة وحلمي كان أن أصبح كاتبة مشهورة في يوم من الأيام إذن هذه الجملة الأولى I really liked doing math project I really liked doing math project كانت تحب تدير مشاريع الرياضية إذن هذه هما الجملتين اللي انكملوهم من خلال النص المسموع task 9 I listen again and identify the sentence which shows that rosemary still remembers her elementary school teachers today at the age of 50 تعودوا تستمعوا وتخرجوا الجملة اللي تبين لنا اللي توري لنا باللي روزماري ما زالها متذكرة الأساتي إذن توحى بكري ورغم من أنها في سن الخمسين سنة إذن الجملة هي كالتالي Thank you Mrs. Riley Mrs. Evans and Mr. Bradshaw I love I have I have learned from you how to turn all my dreams into reality I have never forgotten you إذن هذه هي الجملة وإلا هذا هو التعبير اللي استعملتوا rosemary باش تبين لنا بللي ما زالت متذكرة الأساتي إذن توحى بالأسماء انت حم ووش علموها ووش تعلمت منهم علموها بللي كيفاش ترجع أحلامها إلى حقيقة ولم تنسها أبدا إذن هذا هو task 9 وش فيه وهذه هي الجمل عدنا task 10 I use all the information about Rosemary's three school teachers and the special things she has learned from them to write a short paragraph from four to six sentences about how these school experiences have affected her personality and her dream I can start like this إذن هنا رحين تستعملوا جميع المعلومات التي حول rosemary ولا حول الأساتي إذن توحى الثلاثة ونكتبوا من أربعة إلى خمس جمل حول هالتجارب المدرسية أنت حق كيفاش أثروا فيها وأثروا في الشخصية انتحها وفي حلمها نبدأ الوضعية انتعنا القصيرة والبسيطة بهذه الطريقة When Rosemary was at elementary school her favorite teachers were Mrs. Riley Mrs. Evans and Mr. Bradshaw Rosemary now 50 has become a caring person because Mrs. Riley taught her how to وتكمل تحكي لنا على Mrs. Riley وش علمتها Mr. Bradshaw وش علمها Mrs. Evans وش علمتها وغيرها هذو رحين تخدموها من خلال وش شرحنا في الآن ولا من خلال ما هو موجود في الصفحة 55 و 54 اللي سبق صفحة 55 عفوا اللي سبق و شرحتها كما قلت لكم الفيديو رح يكون بنفس العنوان بدلوا فقط رقم الصفحة كتبو 55 ذو يخرج لكم الدرس للي ما زال ما شافوش إذن نشوفوا الحل انت اعتمرين عشرة عفوا عفوا إذن Mrs. Riley علمتها قررتها الإنجليزية وقررت وعلمتها كيفاش تهتم بالآخرين نحن ندروا المقدمة اللي رأي موجودة في الكتاب وتكملوا تكملات على المقدمة هي هذه Mrs. Evans taught her how to read and write and encouraged her to write short stories and poems Mrs. Evans علمتها ولا قررتها كيفاش تكتب وتقرأ وشجعتها أيضا باش تكتب قصص قصيرة وقصائد Mr. Bradshaw taught her maths and how to be self-confident and always believe in herself Mr. Bradshaw قررها الرياضيات وعلمها كيفاش تتثق في نفسها ودائما تؤمن بنفسها All these special things affected her dream and she became a famous writer كل هذه الأشياء أثرت في الحلم انتحها والآن أصبحت كاتبة مشهورة إذن هذا هو التكملة تعمل تمرين رقم 10 تكملة انتع الوضعية اللي كانت موجودة أولا لمينا كامل المعلومات حول سادثة روزماري وش قرروا وش علموها من غير الدراسة لاي منهم كامل في هذا التمرين عدنا الآن تاسك 11 رايح تخدم انت ومجموعة من زملائك زملائك وتقارنوا الحلول انت التمرين صفحة 55 تاسك 6 7 وهنا التاسك 8 9 10 الخاص بهذا الصفحة تقارنوا الاجابات انتحكم وتحاولوا انكم تصحوا البعضكم وتتبادلوا الافكار هنا رح يكون عمل جماعي فقط نشوفوا الآن تاسك 12 رح تخدم انت وزملائك رح نتواجد 3 أو 4 انتربيو كوستي رح نتواجد 3 أربع أسئلة for our classmates البعضكم البعض about their primary or middle school teachers توجد هذه الأسئلة حول الأساتذة انتع primary ولا الميدل سكول يتع الابتدائية ولا المتوسطة who taught them new important or special things اللي قرّوهم أشياء جديدة ولا أشياء مهمة ولا أشياء خاصة like rosemary's teachers مثل الأساتذة انتع rosemary that have affected their dreams lives and personalities وهل أثر في أحلام انتعهم ولا في حياتهم ولا في شخصيتهم the interview questions should be about الأسئلة لازم تكون حول حين تطرخوا مجموعة من الأسئلة حول the names of these favorite teachers الأسماء انتع هذ الأساتذة المفضلين انتع كل واحد يجاوب حول أسماء الأساتذة انتع the school subjects they taught وشنو هي المواد اللي قرّوها لكم the important or special things our classmates have learned from them وش تعلمتوا منهم how ولا in what way these important or special things have affected our classmates dreams lives and personalities وكيفاش هذة الأشياء المهمة ولا الخاصة أثرت في أحلام الزملائكم ولا في حياتهم ولا في شخصيتهم إذن هذا هو هنا الحوار رح يكون بطرح وسؤال والجواب أعلي أنا هنا لديكم طريقة طرح السؤال الجواب رح يكون ساهل كل واحد رح يمد الأساتذة تابعو كما دارت روزماري نفس الطريقة اللي جاوبت بها روزماري رحين نجاوبوا بها إذن عدنا السؤال الأول what was your favorite teacher's name your favorite teacher's name الإسم أنت أستاذك المفضل ولا who was your favorite عفوان teacher at primary school ولا شكون كان الأستاذ المفضل أنت في primary school ولا درت في secondary عفوان في middle school أذكر أيضا شكون هما الأستاذا تحكم اللي كانوا في سنة أولى ولا الثانية ولا الثالثة متوسط هنا قلت لكم secondary school فولت لكم إن شاء الله تربحوا الشهادة وتروحوا لل secondary school what did they teach you what did they teach you وش قرّاوك الجواب بطريقة مثل هذه فقط أحنقول لكم فلاش تجاوب وتقولوا for example mrs. Selma taught me Arabic mrs. Ahlam taught me math بهذه الطريقة تجاوبوا فقط عدنا هنا what were the special things that these teachers teach you وشنو هي الأشياء الخاصة الرقر روها لك هذه الأساتذة تذكرها على شكل نقاط how did all this affect your life كيفاش أثر هذا كامل على حياتك all these things affected me by keeping me on the right path الجواب هنا يدرس لكم من عندي كل هذه الأشياء اللي تعلمتهم من أساتذتي أثروا علي بطريقة أنهم خلّوني في الطريق الصحيح on the right path هو الطريق الصحيح إذن هذا هو task 12 الأسئلة عندكم أسئلة هي نفس الأسئلة ولكن تقدروا تبدلوا فيها كما تحبوا المهم ما تخرجوش عن الموضوع وعن المطلوب النقاط المطلوبة رهي أمامكم تبعوها واتطرحوا بها السؤال ومن بعد task 14 رايح تتبادل اللي كان يسقصي يقول لي جاوب واللي كان يجاوب يقول لي إيه سقصي تتبادلوا فقط فيما بينكم نروحوا الآن للتمرين 15 task 15 a journalist is interviewing دوي ذكمنا مع روزماري رايحين نشوفه شخص آخر ليه هي دوي school girl هي فتاة تدرس في مدرسة for a documentary film هذا الصحافي روي دير معها في حوار لأنه رايح يوجد فيلم وثائقي راح يطرح عليها أسئلة وهي يجاوب what did he ask her to talk about على واش تقصاها هذا الصحافي I listen and choose the correct answer بعد ما تستمع إلى الحوار رايح تخير الجواب الصحيح على واش سقصاها الصحفي هل he asked her to talk about her school سألها لتتحدث عن مدرستها he asked her to talk about her school memories أو حول ذكريات طفولتها he asked her to ذكريات مدرسة عفوا to talk about her childhood memories ولا حول ذكريات طفولتها ولا he asked her عفوا to introduce herself and talk about her dream career the job she wants to do in the future ولا سقصاها باش تعرف باش تعرف نفسها وتتحدث حول المهنة المستقبلية اللي راهي حاب أديرها كي تكبر إذن هنا بعد ما تستمعوا له رايحين تعرفوا بلي الجواب هو دي الأخير دوي سقصها as journalist to introduce herself باش تعرف نفسها وتتحدث about her dream career حول الحلم المستقبلي وشنو هي المهنة اللي راهي حاب أديرها في المستقبل the job she wants to do in the future وبعد تشوفوا بعد ما كملنا مرز مالي راحين نبدأ ونشوفوا على دوي ونكملوا الأسئلة والأجوبة الخاصة بدوي في الصفحة 57 في فيديو قادم إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن هذا الشرح مع الحل يفيدكم وتستفادوا مع لي أريد أن نقولكم قاوة على خير ربي يوفقكم وينجحكم إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله موفقين إن شاء الله موسيقى